اشتركوا في القناة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن واستتباب المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية متمنية معاليها للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ولعموم الشعب السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الدولة السعودية على يد المؤسس الراحل الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله إذ تحتل هذه المناسبة خصوصية بالغة في قلوب البحرينيين وإن هذا اليوم يتألق فيه الشعور بالفخر وتجدد فيه روح الانتماء للأخوة الصادقة والوشائج المتينة والأواصر التاريخية الخاصة والاستثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تعمقها آثار العلاقة الأخوية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ونرى جليا انعكاسات العلاقات الاستثنائية بين البحرين والسعودية بما بلغته العلاقة البرلمانية والتقدم المتنامي لمسار العمل المشترك بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى السعودي برئاسة معالي الأخ الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وما تشهده من تنسيق متميز وتعاون متواصل في مختلف المحافل البرلمانية